اكتشفت انها تزوجت شخص ما يمتلك غيره ابدا بعد ما اخذها بيوم المكان غريب وسوه فعل ما حد يسويه وبده يصدمها يوم بعد يوم وبوساخته انا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا خلوا لايك للفيديو وتعالى احكي لكم هلا يابا شلونكم يا رب تكونون بخير وعافية ما رح احكي اي مقدمات بهذه القصة لان اللي رح يصير بيها شي شي بالراس وما اعرف شلون او صفة اريد منكم تحضرون سماعاتكم وتحضرون اكلكم وتضغطون لايك حلو مثلكم للفيديو واللي بعد ما مشتركه بقناة اليوتيوب يشرفنا ويشترك بالقناة وهس تعالوا ندخل باحداث قصتنا اللي تبلش ويا صاحبتها ياسمين تقول ياسمين انا اللي صار بيا من كثر ما هو صادم صعب يتصدق لكن رب العالمين شاهد على كل كلمة اقولها تقول ياسمين انا ولدت بحياة جدا سيء او مو حلوة والد فصل عن والدتي واني عمري سنة وبعدها كل واحد منهم راح عاش حياته الوحدة واني عشت عد جدي وجدتي والدتي راحت وتزوجت انسان كان يحبها ورايدها قبل زواجها من والدي وانجبت منها اولاد وعاشت حياتها سعيدة ومو مهتمة واعتبرت زواجها من والدي كان غلطة عمرها واني جنت نتيجة هذه الغلطة لهذا السبب ما حبتني ووالدي تزوج ايضا وصار عنده زوجة واولاد ونساني ولا سأل عني ورغم كانت حالتها المادية جدا ممتازة لكن ما كان يصرف علي ابدا جدي وجدتي هم اللي كانوا يصرفون علي والناس كلها كانت معتقدة ان والدي هو اللي يصرف علي تقول ياسمين لما كبرت صرت اشوف اخواني من والدي يروحون ويدرسون باحسن المدارس واني مهملة ومنسية من قبل امي وابوي يعني وكأنه يتيمة لكن اهلي عايشين لكن تقول رغم هذا اني صبرت وتحملت ودرست ووصلت للجامعة ودخلت قسم الهندسة الطبية اختاريت هذا القسم بالتحديد لانه هذا القسم قليل من ابناء بلدي يدرسوه فقلت خليني ادرسه واتعلمه افيد واستفيد منه لكن المفاجئة كانت بعد ما خلصت وتخرجت من الجامعة اكتشفت انه ما حد معبرني وما قدرت احصل وظيفة والشركات كانت يتوظف فقط اصحاب الهندسة الطبية اللي كانت عدهم شهايد من برا اهنا تقول صرت محبطة واحس مستقبلي تدمر مثل ما تدمرت حياتي من الطفولة كان عندي امل بسيط انه انا اشيل نفسي واعتمد على نفسي وما اظل خايفة في حال مات جدي او مات جدتي انا اضيع وبعد هذا اللي زاد الهم علي اكثر هو وفاة جدتي اللي كانت احن انسان علي بالدنيا جدتي بعد ما توفت بفترة جدي راح وتزوج وحده حتى تهتم بيه كونه رجل عمره كبير ويحتاج رعاية وكانت هذه زوجة جدي الجديدة طيبة لكن فقط من الخارج اما داخلها كل حقد وخبث وجدي كان مصدق طيبتها ومصدق انه هي ملاك بري رغم هي كانت كرهتني بعيشتي ومدمرة حياتي اخر شي تقول يا سمين وصلت للمرحلة صارت حياتي عبارة عن حزن وبشي ودائما ادعي رب العالمين يفرج عني وكان احلى يوم بحياتي يعني اقدر اعتبره احلى شي صار بحياتي ويوم الفرج بالنسبة الي لما تقدم لي عريس قلت اخيرا راح اخلص من الهم واستقر وتصير عندي عائلة لدرجة تقول يا سمين حبيت هذا الشخص الي تقدم لي بدون ما اعرف خيره من شره كان كل المهم عندي انه هو تقدم لي واختارني وخلاص راح ينقذني وراح اكون زوجته طبعا تقول يا سمين والدي حتى ما اهتم بوقتها ولا كلف نفسي يهتم بموضوع زواجي تمت الخطبة على خير وبعد فترة من خطوبتي صارحني خطيبي بموضوع وقل لي ترى للعلم انا ما اتزوجتش لانه انا معجب بيش او احبك انا تقدمتلك وخطبتش واريدش تكونين زوجة الية باعتبارش انت الانسان الوحيدة اللي ممكن تناسبيني كوني انا طالب وبعدني ما عندي حتى شغل ولانه اناوي اسافر واكمل دراستي برا فاريد زوجة تلمني وتعيني بنهاية هذا الكلام تقول يا سمين انا فهمت من كلامه انه هو تقدم لي حتى يتزوجني لان يعرف انا ما عندي احد وما عندي اهل وراح ارضى بي فسكتت ورضيت وقلت له تمام ما عندي مشكلة بس عندي طلب واحد يمك انا ايضا اريد اكمل دراسات عليا قلي تمام ماكو مشكلة بعدها تقول اتزوجنا وكان زواجي يعني جدا بسيط وشي ما يملل عين ومحزن واللي قهرني بيوم زواجي انه والدي حضر لكن حضر كأنه ضيف مو كأنه هو ابو العروسة ووالدتي ما قدرت تحضر لانه زوجها منعها وما اجيت واللي حضروا العرس صديقات الي تلاثة وحضروا اقارب زوجي واهلة تعرفت عليهم يجي بشكل سريع لان زوجي كان حاجز للسفر وناوي احنا نسافر ونطلع برا بعد اسبوعين من زواجنا وبالفعل بعد ما عدى اسبوعين على الزواج سافرنا انا وزوجي الاحدى دول الغرب وصلنا وجهزنا بيت واستقرينا وزوجي كان مخلص كل اوراقة اللي تخص قبول الدراسة وكان عنده قبول اما انا فكان لازم اتعلم لغة حتى اقدر بعدها ادرس واكمل وبعد وصلنا مباشرة خلال شهر تقريبا بلش زوجي يدرس وبلشت انا اتعلم لغة وهنا اريدكم تركزون زين لان راح تبلش الاحداث اللي ما ممكن تخطر على بال بشر تقول يا سمين صرنا انا وزوجي كل واحد ملتهي بدراسته وصرنا انا وياه نلتقي بنهاية اليوم بالليل نلتقي انا وياه على عشان اتعشي سوية وكل واحد يروح ينام وثاني ومنرجع على نفس الروتين تقول يعني كأنه زملاء دراسة لكن عايشين وياه بعض ولا كأنه متزوجين واني من ناحيتي كنت متوقعا انه هل شي طبيعي وعادي هذا الموضوع لان انا اساسا قبل زواجي ما كنت انسان اجتماعية يعني كنت منعزلة ومتعودة على الوحدة المهم تقول يا سمين صرنا ما نلتقي كزوجين الي يمكن كل شهرين مرة ولا نعيش هذه الاجواء مثل اي ثنين متزوجين الطرفين كان عدنا برود وشننا شفين اي عاطفة بيننا ماكو بعدها تقول اني خلصت دراسة اللغة وقدمت على احدى الجامعات حتى اكمل دراسة لكن ما قبلوني ارفضت ورجعت اقدم مرة ثانية اكثر من مرة وكل ما اقدم انرفض لحد ما اخر شي خيروني وفرضوا علي بالتحديد انه اكمل اخر سنة اعيد يعني اعيد اخر سنة من البكالوريوس عدهم بالجامعة وكان هذا الموضوع جدا صعب علي يعني دراسة كلها اجنبية وطلاب اجانب وجامعة وحياة جامعية مختلفة علي انا عشيتها ودراستها فصرت اعاني جدا بسبب صعوبة الدروس وزوجي كذلك ايضا كانت دراستة جدا صعبة وصلنا المرحلة انوية صرنا مرات حتى وقت العشاء ما ننجي معسوية كل واحد ملتهب حياته وملتهب دراسته وعدا اربع سنين واحنا على هذا الحال واخيرا زوجي تخرج ولقى وظيفة باحدى الشركات ومن بعد هذه الفترة بالتحديد بعد ما خلص زوجي وتوظف وصار يشتغل بشركة تقول يا سمين بديت الاحظ علي تغيير وبديت احسه كأنه مو مثل قبل صح احنا جنا مو قريبين جدا من بعض وكانت هو الى غرفة خاصة بي وما اعرف عن حياته او خصوصياته شي ولا يحكي لي عن اسراره لكن احساسي وهذا احساس البنت احساس الزوجة كان يقول لي انو زوجي كأنه مو طايقني وبي شي غلط لكن تقول يا سمين ظليت ساكتا وقلت ما افتح الموضوع خليني اتأكد من فتشي بالاول وبعد ها فترة زوجي جاني بيوم قلي اريدش تتحضرين بعد يومين انا وياش راح نروح ونحضر حفل وراح يروح ويانا مديري بالعمل وزوجته واعضاء الشركة قلت له تمام ماك مشكلة ان شاء الله اكون متحضرة وتقول بيومها انا فراحت وتحمست لانه فترة زواجنا مشنت يعني مشنت عايشة هذه الحياة الزوجية ولا طلعنا انا وزوجي تونسنا وقضينا وكت فاجي يوم الحفل وجهزت نفسي ولبست احلى لبس عندي ولبست حجابي وتأنقت كامل اناقتي وطلعنا انا وزوجي من البيت وتوجهنا للحفل الساعة تقريبا 11 بالليل وصلنا ودخلنا على مكان كان اشبه بالفندق وبيه قاعة جدا شبيرة واول ما قربنا على القاعة شميت ريحة كانت جدا قوية المكان كان متعبي كل خمور بعدها تفاجئت لما اجدت بنية اجنبية لابسة قصير واستقبلتنا ونظرت لي بنظرة وهي مستغربة وحشيت وياي بالانجليزي قالت لي ممكن يعني منفضلش تنزعين هذا الحجاب اللي حاطتها على شعرك لانه هذا اللبس يعني مو مناسب لهذا المكان اهنا تقول انا رفضت وعصبت عليها واللي استغربت بلحظتها انه زوجي كاني باوعلب نظرة وكأنه انا اللي غلطانا حسسني انه انا فشلتا واحرجتا وقال لي خلاص اشمر الحجاب وادخلي لا تسببين احراج اكثر من لازم اهنا تقول ياسمين فعلا صدمني قلت له انت تحكي جد انت تحكي من عقلك انت مجنون بيك شي وصرت اصيح علي واصيح على هذه البنت ومن فعله اخر شي اجي شخص يتمشي طلع هو هذا المدير زوجي بالشغل وطلع زوج هذه البنت هذا مدير زوجي بالعمل حاول يهدي الموضوع وقال الزوجي ماكو مشكلة هدي اعصابك وادخله وقال الزوجي خليها تدخل بلبسها وبراحتها يعني خليها تتعود على المكان لا تخوفها هذه اول مرة هي تجي لحد الان تقول ياسمين كل هذا اللي صار هو شي بسيط جدا من اللي راح يصير ويصدمني تقول بعدها رحنا وقعدنا على طاولة انا وزوجي ومدير زوجي بالعمل وزوجت هذه البنية للابسة قصيرة اللي استقبلتنا شنا قاعدين وكأنه قاعدين بملهة ليلي مو فندق وصارت بنات فجأة تجي تركض وبنات يدخل اللابسات لبس مو مناسب ورقص والمكان كله عهر واني هنا قلبي صار مقبوض واقول بداخلي زوجي شلون جابني لهذا المكان شلون جابني ورضى على نفسي يجيبني لهيش مكان انا مو زوجته يعني معقولة عادي عندي خليني ادخل لهيش مكان بعدها تقول ما قدرت اتحمل الوضع قمت من الطاولة ورحت وقفت بزاوية بمكان شوية بعيد بنهاية القاعة حتى تهدأ عصابي ودقات قلبي تستقر وظليت واقفة دقائق حتى اهدى لحد ما شفت مدير زوجي بالعمل جاي تمشي باتجاهي حتشوا اياي بالانجليزي قللي انت تمام قلت لقي وهنا فاجعني وقللي زين عادي اذا ممكن نرقص انا وياتش احنا تقول انا ما اعرفت شلون الزم عصابي قلت للا طبعا مو ممكن وباوعت علي يعني كرهت وكرهت وقاحت وفورا عفت ورجعت للطاولة رجعت لقيت الطاولة فارغة ماكو عليها احد فقط انا قعدت وحدي حتى زوجي ماعرف وين راح ظليت قاعدة وحدي ومرتبكة اجا مدير زوجي بالعمل وقاعد يمي قلت لبس من فضلك زوجي وين راح قللي لا تقلقين هس شوي ويرجع وظل يحكي وياي عدة مواضيع ويفتح وياي اشكال المواضيع ويحاول يتقرب مني يعني يحاول هو يتكلم وياي يحاول يلمسني واني ابتعد عنه بعدها رجع صدمني مرة ثانية لما قللي شنو رأيت تصيرين حبيبتي وانطيش كل اللي تطلبي اهنا تقول انا ما تحملت صحت بوجهه وقلت له احترم نفسك احسن ما افضحك امام زوجتك هو لما قلت لهذا الكلام صار يضحك ضحكة بطريقة يعني بكلها حقارة وساخة بعد هذه الضحكة سكت وسعقني الصعقة اللي ما توقعتها قللي للعلم زوجتي راحت هي وزوجيش لاحد الغرف واحنا كذلك لازم نسوي نفسهم اهنا تقول يا سمين انا بديت احس شعور الم بطني وربكة وعصبية وكل شي قلت له انت انسان كذاب وهذا الكلام مصحيح قللي اذا ما تصدقين تقدرين تروحي للغرفة وتتأكدين بنفسك اهنا تقول انا ما قدرت اتحمل هذا الوضع غادرت المكان فورا واخذت تكسي ورجعت للبيت وطول الطريق انا ابتشي ومصدومة ومو صدقة اقول يا رب يطلع حلم هذا يعني ما متوقع اللي يصار معقولة يعني معقولة زوجي يخونني بكل برود بهاي الطريقة معقولة زوجي ما عنده مانع يبادلني وهي مديرة بهذه البساطة ولا تتحرك غيرته ولا يهتم شلون رضى على نفسه يسوي هذا الفعل واني مرته انا زوجته يهديني المديرة بالعمل ويحطني بهذا الموقف تقول والله صعب اوصف لكم النار اللي بداخلي اللي صارت بوقتها يعني ما عرف شلون اوصف لكم ياهو ما عرف شلون اوصف لكم الشعور المقرف اللي حسيته بعدها تقول زوجي رجع نص الليل ولا كان اكو شي صاير وكان صاحي نص ونص يعني مو كلش بوعية وبدل ما يعتذر مني علي صار اجي ووقف بوجهي وصار يحطي علي ويهيني ويقول لي انت شلون تسوين هيتي انت شلون تهينين المدير مالي وشلون تحطي نوياب هاي الطريقة واذا يعني طلب منيش تروحين وياه واذا طلب منيش علاقة زين هو مو اهداني زوجته ومقدرني واذا طلب منيش ليش تهيني ليش وكأنه صار يدافع عنا بطريقة عجيبة وصار يحطي وياهي باسلوب وقناعة وكأنه انا وياه مولودين ومتعودين على هذا الشي اهنا تقول انا انفجرت علي وصرت اصيح قلت لانت شنو من بشر انت ما عندك غيرة انا تزوجتك على سنة الله ورسوله شلون تبادلني وياه مديرك وهو جاوبني بوقتها جواب جدا قهرني قل لي انا بصراحة اذا اريد اغار فاغار على وحدة احبها دول ياسمين بليلتها والله العظيم ما قدرت انام ولا غمضت عيني واني اشوف هذا الموقف اللي صار واني اشوف حياتي تنهار شوي شوي واني ما عندي مكان اروح علي واني بغربة ولا عندي اهلي يستقبلوني زين شي سوي شلون اقنع زوجي يعتدل ويحبني ويهتم بيه زين اخلف له ولد واربطه بيه المهم تقول ظليت مزاعلته ايام ما حجيت وياه ولا كلمة ورحت بعدها سويت فحص عن الدكتورة حتى اشوف موضوع الخلفة ليش يتأخر عندي وكانت مأساتي الاكبر بهذا اليوم لما قالتلي الدكتورة انتي مخلوقة برحم طفولي يعني قالتلي عندي شعقم بنسبة 100% حسيت بقهر وكسرة وحزن وهم كبير ما ينوصف وبتشيت بحرقة اول مرة بحياتي ابتشيها صارت دموعة سيلي بشكل مبالغ بيه بقهر وصارت ادعي رب العالمين اقول لي يا ربي يعني مو كافي كل هذا الهم والقهر اللي عشته مو هذا يكفي حياتي كلها ما شفت منها شي حلو انحرمت من امه وابوي انحرمت من حياة الطفولة ما عشتها انحرمت من مستقبلي من وظيفتي انحرمت حتى من حب زوجي الي واخر شي انحرم حتى من الخلفة المهم دقول لي ياسمين اني من هنا حسيت الحياة خلاص صارت سودة بوجهي وزوجي وضعي يزداد سوء وعلاقاته تزيد اكثر واكثر وبديت اكتشفهم وحدة بعد وحدة صرت اكتشف الاماكن اللي يروح لها واللي يسهر بيها وصرت اكتشف علاقاته من ضمنهم علاقته بجارتنا وكانت بعلم زوجها دقول لي ياسمين ابدا ما شنت اعرف شنو السر وما شنت اعرف وين المشكلة يعني كان بارد وياي الى درجة ويا كل شي عنده مشاعر الا وياي ما عنده ما عرفت شنو اسوي ولا عرفت شنو الحل اللي ممكن اسويه وتقول ما تجرأت حتى احشيله على موضوع العقم اللي عندي وهو ايضا ما كان مهتم ولا مرة من اتزوجنا لحد هذه الفترة اللي عشناها تقول ما سألني ليش ما انجبنا وليش ما صار عندنا اطفالي الاساسا الظهر ان هو ما مهتم بالهذا الشي ولا حابة والاده والامر بعد هذه الفترة وصلني اتصال من رقم غريب رديت طلع مدير زوجي بالعمل قلت له انت من وين حصلت رقمي قال لي ها زوجي شنطانية واني حبيتك ومستعد مو ادخل اليه فقط علاقة لا مستعد اتزوجي تقول لاني نجنيت يعني ما عرف شنو اللي يمخليه من جذب الي وعايف كل هاي البنات يعني اني انساني شكلي عادي وكل النسوان اللي عدهم احلى مني قلت له مستحيل انسى هذا الشي وبعدين اني مسلمة وانت ما عندك دين قال لي مو مشكلة اني اسلم على مودش قلت له ما ينفع لاني اذا تريد تسلم تسلم لله امو تسلم على مودبنت وحتى اذا اسلمت ما راح اتزوجك وارجوك لا تزعجني مرة ثانية لكن تقول كل هذا ما فاد لانه مدير زوجي بالعمل كان حاطني براسه ووصل لمرحلة الى حقني وين ما اروح حتى يثبت لي حبه وعجابه بيه ووحدة من الصدمات اللي انصدمتها بعد ما تفاجأت انه زوجي منطي مفتاح بيتنا حتى يدخل علي وبيوم ها الرعبت لما شفت الباب انفتح ومدير زوجي دخل علي تقول ما عرفت شنو اسوي راح تركض على غرفتي ودخلت سديت الباب وقفلته وظليت داخل الغرفة لحد ما راح من البيت يعني تقول زوجي بهذا الموقف بدل ما يساعدني ويحميني ويغار علي صار هو يساعد مديره حتى يلاحقني تقول ياسمين والله وصلت المرحلة صرت احط اكثر من قفل على باب غرفتي يعني حتى اقدر انام صرت مو مأمنة على روحي واني عدت زوجي هذا الانسان المريض اللي بلا شرف واخر شي تقول اتفاقت ويا زوجي قلت لانت اسول لي يا عجبك واتركني بحالي ومدير زوجي ظل مستمر يلح علي ويقدم لي عروض وملاحقني وما تركني بحالي وصلت المرحلة تقول يعني ما عرف شنو اسوي ما عرف على منو اروح واللي زاد الطين بلا سمعت انو جدي توفى وزوجته اخذت كل الاملاك واني ما عرف شنو اسوي بحياتي وما عرف شلون اعيش مثل باقي الناس ما عرف هل زوجي راح يشفى والله يهديه مثل باقي الناس لو راح يبقى على هذا الحال اتمنى تساعدوني اتمنى اللي يسمعني يساعدني يقدم لي نصيحة شنو اسوي شنو اتصرف لاني تقول ما عرف بعد ما عرف اركز ولا عرف اقرر بصراحة ما عرف شنو اقول لك يا ياسمين وما عرف شنو اقول عن زوجيك يعني زوجيك الكلام اللي المفروض احتي عنه ما قدر احتيه قدام الكاميرا كل اللي اقدر اقوله اليك هو تركتش لهذا الانسان اكبر ربح بحياتيك حتى لو عشتي بشارع على الرصيف حتى لو رجعت البلديك وعشتي باسوأ مكان بدار ايتام بدار عجزة باي مكان افضلت من هذا الموضوع وضروري واهم شي كنا لازم ننتبه الخلق ودين الانسان قبل ما نسمح ليكون شريك حياتنا لان الانسان اللي ما عنده خلق وما عنده دين ما يسوى ولا ينحسب على البشرية واترك باقي النصايح لكم متابعيني وحبايبي اكتبوا رأيكم اكتبوا نصيحتكم الياسمين بالتعليقات وهي ان شاء الله رح تقرأ تعليقاتكم وبالنسبة للتعليقات المميزة اللي حصلت على اكبر عدد لايكات بالحلقة السابقة هذه هي التعليقات اللي كانت مميزة كل الحب الاصحابها اللي كتبوا هذا الكلام وكل الحب لكم ايضا على دعمكم وعلى لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة اللي دائما انا اقراها كلها وافرح بيها انتظر تعليقكم على هذه الحلقة ورح نختار اكثر 3 تعليقات تجيب على اكبر عدد لايكات ورح نعرضهم بالحلقة الجاية واخيرا اتمنى تضغطوا اللايك للفيديو حتى يوصل اكبر عدد ممكن وتشرفوني وتشتركون بقناة اليوتيوب وللتذكية تقدرون تشاهدون البرنامج على قناة سامراء الفضائية وعلى يوتيوب وفيسبوك وهذه حساباتي تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وتقدرون ترسلوا لقصصكم على الانستجرام لحي ما نلتقي مرة ثانية بقصة جديدة وفيديو جديد اشوفكم على خير ان شاء الله في امان الله